هذا ويواصل مطر العريش استقبال المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطع غزة عبر معبر رفاح البرية وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العريش محمود جميل مراسل التليفزيون المصري محمود بعد التحية صف لي الوضع والمشهر لديك الآن بالتأكيد الجهود المصرية لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين خاصة هنا في محافظة شمال سيناء في مدينة العريش ومعبر رفاح لإصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر وأيضا تقدمها الدول المختلفة التي ترسل كل هذه المساعدات عبر مطار العريش اليوم نتحدث عن حركة داخل معبر رفاح في دخول الشاحنات سواء الشاحنات التي دخلت للتفتيش في منفذين كرم أبو سالم والعوجة نتحدث عن 115 شاحنة بالإضافة إلى عدد من الشاحنات أيضا نتحدث عن 98 شاحنة دخلوا بالفعل إلى المنفذين للتفتيش بالإضافة إلى الشاحنات التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن أكثر من 120 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى استقبال الجرحة والمصابين داخل المعبر المعبر اليوم استقبل سبعة مصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم داخل المعبر ثم الانتقال بسيارات الإسعاف المتواجدة إلى المستشفيات التي يتم تحديدها بناء على نوعية الإصابات لدى هؤلاء المصابين الذين أتوا من قطاع جزة إما أن يذهبوا إلى مستشفيات شمال سيناء أو مستشفيات مدن القناة أو القاهرة هذا بالإضافة بالطبع إلى استقبال رعاية الدول الأجنبية والوافدين أيضا ومزدوجي الجنسية بوجود ممثل السفارات المختلفة لاستلام واستقبال رعاياهم بالإضافة إلى مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة اليوم تحديدا مطار العريش استقبل طائرتين الطائرة الأولى الطائرة بولندية بخلاف الطائرة التي وصلت بالأمس على مثلها نتحدث عن 29 طن من المستلزمات الطبية والمواد الجدائية مقدمة من الصليب الأحمر الألماني بالإضافة إلى طائرة أردنية على متنها 15 طن من المواد الجدائية والمستلزمات أيضا وبعض المواد الجدائية للأطفال متعلقة بالألبان وغيرها فأيضا نظرا لحاجة قطاع غزة خاصة من الأطفال لبعض المواد الجدائية وبعض المستلزمات الخاصة بهم إلى هذا أيضا الزيارات التي لازالت تتوافد على مدينة العريش ومن خلال مطار العريش أيضا سيكون هناك زيارة غدا لوزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بالسفير سامح شكري في القاهرة ستأتي إلى مدينة العريش ثم التوجه إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية المختلفة وبالتأكيد مطار العريش يستقبل عدد كبير من الزيارات وربما أيضا هناك زيارة مرتقبة للوزيرة الهولندية سيكريت كاغا التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة كمنصقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الكل يترقب هذه الزيارة خاصة أنها اليوم تبدأ عملها كمنصقة وأيضا المهمة الأولى لها هي وجود آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بتسريع وتيرة دخول الشاحنات لقطاع غزة فبالتأكيد جهود مصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح شكرا لك محمود جميل لمراسل التلفزيون المصرية